السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم أرسل مجهولون رسائل بريدية تتضمن رسوما كاريكاتورية مسيئة إلى الإسلام وإلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى عدد من المساجد في هولندا ندد وقف الديانة في هولندا عبر بيان له أمس الاثنين بإرسال مثل هذه الرسائل إلى مساجد يديرها الوقف خلال الأسبوع الماضي مما جاء في البيان في الأيام الأخيرة تلقى العديد من مساجدنا الرسائل قبيحة ذات محتوى معاد للإسلام وملئة بالإساءة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولقيابنا المقدسة أضاف مثل هذه الرسائل التي تنطوي على تهديد تحولت في الماضي إلى اعتداءات فعلية أدان البيان بشدة أي هجوم على المعابد والقيم المقدسة ودع الجهات المعنية إلى تحديد الضالعين في مثل هذه الحوادث التي تسبب القلق لدى مرتادي المساجد حول تخوفاتهم من تسليمهم إلى السلطات أوضح أن الوقف يقوم بأنشطة لخدمة الناس منذ أربعين عاما ويوفر الإمكانات من أجل أداء المسلمين فرائضهم الدينية الدينية